أربعمائة مريض بالفشل الكلوي يكثض بهم قسم غسيل الكلة في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي القطاع جلهم يحظى مرتين أسبوعيا من أصل أربع مرات بالغسيل الدموي بسبب ضعف الإمكانات في ظل الحرب بعضهم بحاجة عاجلة لتلقي الرعاية الصحية خارج القطاع منهم السيدة مدلل المصابة أيضا بالسرطان مستوى النظافة والرعاية الصحية هنا وصل لمرحلة خطيرة من التدني مع تكدس المرضى والجرح في ممرات المستشفى وانتشار المخلفات الطبية بين الأقسام فضلا عن تدهر الأوضاع النفسية لجرح الحرب بحسب ما تؤكد والدة الشابة يارا التي أصيبت بكسر في الحوض والعمود الفقري وتنتظر دورها منذ فترة طويلة للعلاج خارج القطاع نحو تسعة آلاف مريض بحاجة ماسة للإجلاء خارج القطاع بحسب ما يؤكد مدير ونظمة الصحة العالمية الذي طالب إسرائيل بسرعة الموافقة على فتح ممرات إنسانية لإجلائهم ويشاركه الرأي الأطباء في هذا المستشفى مع خروج أكثر من ثلاثين مستشفى في غزة عن الخدمة حرم ألف المرضى والجرح من الرعاية الصحية الملائمة واستنقص الموارد وضعف الإمكانات لدى القليل مما تبقى من مستشفيات عاملة كل لحظة مهمة في حياة المرضى وجرح الحرب في غزة خاصة ذو الحالات الحرجة وقضية تسريع عمليات إجلائهم لتلقي العلاج خارج القطاع تشكل فارقا مهما في حياتهم حازم البنس كانيوز عربية من رفح جنوبي القطاع شكرا